أهلا بكم في قناة قصص تاريخية السير إسحاق نيوتن هو عالم إنجليزي يعد من أبرز العلماء في الفيزياء والرياضيات عبر العصور يظن البعض أن أعظم إنجازاته أنه مكتشف الجاذبية الأرضية إلا أنه كان أكثر من ذلك بكثير حيث كان عالم رياضيات وفيزياء وعالم فلك وكيميائي وسياسي وأستاذ جامعي وعالم في العقيدة الدينية ولد إسحاق نيوتن في الخامس والعشرين من ديسمبر 1642 في مزرعة في مقاطعة لينكنشير في إنجلترا كان والده مزارعا وتوفي قبل ولادة ابنه بثلاثة شهور وتزوجت أمه وتركته في رعاية جدته أثناء دراسته واجه بعض المشكلات مع زملائه المتنمرين فأراد أن يثبت أنه الطالب الأفضل في المدرسة اكتشف نيوتن نظرية ذات الحدين العامة وبدأ في تطوير نظريات رياضية أخرى كما أضاف لمعظم فروع الرياضيات ومن أهمها تطوير حساب التفاضل والتكامل في عام 1669 تم تعيين نيوتن أستاذا للرياضيات في جامعة كامبريج أضاف نيوتن الكثير لعلم البصريات واكتشف أن الضوء الأبيض يمكن تحليله إلى ألوان الطيف المرئي واستنتج أن عدسات أي مقراب ستعاني من تشتيت الضوء إلى ألوان فصنع مقرابا باستخدام مرآة تعمل كعدسة شيئية لتجاوز هذه المشكلة ويعرف هذا المقراب حتى اليوم باسم مقراب نيوتن وضع نيوتن قوانين الحركة الثلاثة التي سميت باسمه والتي تصف حركة الأجسام والقصور الذاتي وتأثير القوى الخارجية عليها ذكر نيوتن أنه بعد أن شاهد تفاحة تسقط من شجرة تسأل لماذا لا تسقط جانبا أو تصعد للأعلى لابد أن هناك جاذبية أرضية تجذب الأشياء نحو مركز الأرض وإذا كانت الأشياء تجذب بعضها بعضا يجب أن يتناسب ذلك مع حجمها وبما أن قوة الجاذبية ليست محدودة بمسافة معينة من الأرض فقال لماذا إذن لا تصل حتى القمر لابد أنها تؤثر على حركته وربما تجعله ملتزما بالحركة في مداره استغرق منه الأمر عقدين لتطوير نظرية كاملة عن الجاذبية إلى أن سماها الجاذبية الكونية كان نيوتن مسيحيا متدينا لكن له بعض لآراء غير التقليدية واعتبر مهرتقا إلا أنه لم يعلن قناعاته الدينية المتطرفة على الملأي تولى نيوتن مسؤولية إصلاح وإعادة سك عملة إنجلترا ثم أصبح رئيس دار سك العملة واستطاع إثبات تهمة تزوير العملة على 28 مزورا للعملة بأن تنكر فيزي مرتد الحانات حصل نيوتن على لقب سير من ملكة بريطانيا كما كان عضوا بمجلس النواب في البرلمان البريطاني كان نيوتن أعزبا وقرب نهاية حياته أقام عند ابنة أخته التي قامت على خدمته إلى أن توفي أثناء نومه في يوم العشرين من مارس 1727 وصف عالم الرياضيات جوزيف لاغرانغ نيوتن أنه كان أعظم عبقري عاش في أي وقت مضى ويذكر أن ألبيرت أينشتين كان يحتفظ بصورة لنيوتن على الجدار إلا أن نيوتن كان متواضع فيما يخص إنجازاته حتى أنه قال في أحد رسالاته إن توصلت لشيء فذلك لأني أقف على أكتاف العمالقة كما كتب نيوتن في مذكرته أنا لا أعرف كيف أبدو للعالم غير أني أرى نفسي كصبيا يلعب على شاطئ البحر أتسلى من حين لآخر بإيجاد قوقعة جميلة لكن في الواقع هناك محيط كبير من الحقائق غير المكتشفة ما زال خلفي إن أعجبك الفيديو نرجو الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة